الآن ستكون أولى الجلسات النقاشية لهذا المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان الرياضة أسلوب حياة بتشريف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الدكتور أندريا جيولن مدير معهد الأعمال الرياضية جامعة لوفبورو بلاندون يدير هذه الجلسة معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تشكرين يا فندم لدولة الرئيس حضور حضرتك وإحنا طبعا في مجلس وزراء فإحنا بداية تدشين المؤتمر العلمي لأن ده معرض مؤتمر لكن هي الرسالة اللي موجودة النهاردة إن إحنا إزاي الرياضة ليها جانب آخر هي جانب الصحة والصحة شيء مهم جدا التوجيه الدايم وتوجيه في خامة الرئيس إن الشاب المصري والرياضي وكل الناس لازم نهتم باللاقة البدنية وصحة الشعب المصري الحية لها دور كبير من الاهتمام وأيضا دور المكمل من وزارة الشباب والرياضة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي دور كبير جدا لكن النهاردة يعني بهذا المسج الكبير ما بين الرياضة والصحة وما بين الخدمة المجتمعية ودور هائل قناة السويس وأيضا الدور الاستثماري من خلال يعني البروفيسور أندريال الموجودة اللي هتتكلم بشكل كبير إحنا في وقت قليل التتشين هنقول يعني المؤتمر هينطلق بدايته من النهاردة هتكمل على مدار الثلاث أيام في موضوعات مهمة جدا للرياضة والصحة والاستثمار وتطوير كورت القدم المصرية صيامة أن فيتوريا ومدارب منتخب الأولمبي ولليجا هيكونوا موجودين مع خبراء كتار في كورت القدم وفي الألعاب المختلفة لكن النهاردة الحية الدور المكمل معالي الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الحية فيه اهتمام كامل وكبير جدا مع رؤية الدولة المصرية تطبيقا من طبعا الحكومة المصرية دولة رئيس الوزراء الدور الكبير اللي يعني الصحة هتوليه مساعدة ومساندة في الدور الاستباقي لأن يمكن الأبحاث العلمية قالت في بعض الدول زي كندا بنصرف 80 سنت على الرياضة بتوفر 100 دولار على الموازنة العامة الصحة دكتور خالد يمكن اهتمام حضرتك لهذا الموضوع اللي ممكن نقوم بيه للشعب المصري في هذا السياق وهذا الدور الصحة قبل المرض في البداية اسمح لي يعني اهنيك بهذا المؤتمر وبتواجد دولة رئيس مجلس الوزراء يعني أنا بالنسبة لي طبعا شاهدتي واضحة جدا للعلاقة الكبيرة ما بين ممارسة الرياضة وبين صحة الإنسان إذا قدرنا ان احنا يعني مجرد لو سمحت اللي بيغير بس يغير معي بسرعة اللي موجود معي وراء مع اداية لو سمحت لو شفنا تعريف الصحة عمتا حلاقي ان الصحة واركانها هي الصحة جسدية وصحة عقلية وصحة مجتمعية التلت حاجات اللي انا بتكلم عليهم دول ليهم تأثير مباشر مع ممارسة الرياضة والتمرين الرياضية بمعنى ان اذا قدرنا ان احنا مجرد نفكر اللي هي بنسميها الفيزيكال والبينج ونتكلم عن المنتل والبينج والسوشيال والبينج هتلاقي اي رياضي من اللي احنا شفناه من النهاردة ويمكن حسنا قد ايهم بيتكلموا بشغف وبحب على الرياضة هتلاقيهم زي ما اتقال هم منضبطين مجتمعيا هم واخدين بالهم من صحتهم فاكيد صحتهم احسن هم تفاعلهم العقلي ايضا من ضبط اكثر من غيرهم وده ابحث علمية هي اللي عملت هذا الموضوع وقالت ان صحة الانسان بتخليه يتحسن في اداء وظائف الجسم اللي احنا اتكلمنا على الصحة الجسدية على شكل على اول حاجة هنلاقي ان معدلات الاصابة بالامراض عامة اذا كنا بنتكلم على الامراض الجهاز العصبي او الامراض الخاصة بالقلب او حتى نسب الاصابة بالاورام والسرطانات وده ابحث علمية صريحة جدا قالت ان 35% من الامراض الخاصة بامراض القلب وامراض الجهاز العصبي بيتم تحسنها بشكل كبير جدا من ممارسة الرياضة حتى نسب الاصابة بالاورام والسرطانات بتتحسن بشكل كبير جدا لممارسين الرياضة عن غيرهم وده ابحث علمية مرت على مدار يعني سنوات طويلة كل خطوة فيها احنا طبعا بنتكلم على التجنب من الامراض الضغط والسكر والامراض الشرينية التاجية والجلطات الدماغية وحتى الاكتئاب والامراض المتحلقة بالتفكير لها علاقة بالرياضة لو بصينا على الصحة النفسية ودي حاجة مهمة جدا لان الصحة النفسية احنا هنا بنتكلم على الاكتئاب وبنتكلم على التوتر وبنتكلم على القلق وكل ده اللي بيصدر من جسم الانسان اثناء يعني ممارسته للرياضة حنلاقي ان في سيروتونين يعني في مواد كيميائية وفي اندورفينز ودي مواد بنسميها المواد اللي بتملي السعادة لجسم الانسان فممارسة الرياضة وافراز الهرمونات المعنية بالصحة النفسية بتقي كثيرا من امراض الاكتئاب وامراض الضغط العصبي والنفسي والتوتر والقلق وتلاقي الناس اللي بتمارس رياضة كمان بتقدر انها تنام احسن تاكل احسن تقدر تتفاعل وتبقى مستوى الانتاجية فيها بشكل كبير جدا احسن الامراض النفسية على مستوى العالم منتشرة بشكل كبير يعني في مصر اربعة وشرين وسبعة من عشرة من المواطنين عندهم بشكل او باخر وده شكل عالمي يعني متوسط عالمي خمسة وعشرين في المية احنا اربعة وشرين وسبعة من عشرة بنتكلم طبعا على الاكتئاب وبنتكلم على القلق وبنتكلم على الضغط النفسي والعصبي مرورا بالكيزوفرينيا يعني حاجات كتير لقوا ان اغلبية الامور دي بتتحسن على مدار الوقت بالرياضة كمان لو رحنا للنحية المجتمعية اخيرا هنلاقي ان الجزء التالت من الصحة الانسان اللي هي الجسدية والنفسية والاجتماعية هنلاقي ان التعامل الشخص اللي بيلعب رياضة كتير او اللي مهتم بالرياضة بشكل دائم وهنا انا بتكلم على تلتميت دقيقة في الاسبوع يعني مش بنتكلم على رياضة عنيفة حتى ممكن واحد يمشي التمشية الواحدية في الشارع مش هنقول في النادي لو ما عندوش اشتراك لانها لا تعتمد على اقتصادية الشخص نفسه فممارسة الرياضة ببساطة المشي في معدل خمس ساعات اسبوعيا او بنتكلم على ساعة في اليوم او بنتكلم على ثلاث مرات في الاسبوع ممارسة اي رياضة حتى ولو هي رياضة بسيطة جدا بتحسن من اداء الانسان وبتحسن من اداءه وتواجده على مستوى المجتمع وتعامله مع الاخرين بشكل اكثر فاعلية هم دول الثلاث يعني محاور اللي ممكن الصحة تؤثر فيها على الانسان احنا طبعا في مصر لو بنتكلم علينا احنا عندنا نسب الاصابة بالسمنة في اللي عندهم اقل من خمس سنين واكتر من خمس سنين تتروح ما بين 12 ل 15 في المية الرقم المخيف هو الاكتر من 18 سنة اللي عنده 18 سنة في مفوق في مصر ومصاب بالسمنة 40 في المية من المجتمع وده نقوس خطر يقول لنا اهمية الرياضة ومؤتمر زي اللي احنا موجودين في النهاردة ازاي احنا نقدر نحسن من اداء شبابنا علشان يبقوا اكثر فاعلية واكثر انتجاية في المجتمع شكرا شكرين جدا طبعا عوزارة الصحة وبرنامج يعني 100 مليون صحة حافي معدلات كتير سواء الانامية التقزم السمنة واكتشافها بشكل مبكر ساعدتنا كتير في ان احنا نرتقي بالمستوى الصحي اللي هيأثر كبير بشكل كتير على انتقاءنا للمنتخبات بشكل كل يعني طبعا معنا وبنستضيف الاستاذة الدكتورة اندريا جون مدير معهد الاعمال الرياضية بجامعة ليفربول لندن والمتخصصة في ادارة الاعمال الرياضية انا هسأل حضرك سؤال امتى تكون الرياضة تصنفها بشكل صريح علم وازاي ان احنا نخلي الرياضة مصدر من مصادر الدخل قومي وليها تأثير اقتصادي واستثماري للدول شكرا على استضافتي هنا هذه اول زيارة لي لمصر وهذه اصعى جدا بهذه الزيارة اعتقد ان هذا سؤال عظيم اعتقد ان احد الاشياء والتي كنا نتحدث عنها حول فائدة الرياضة والصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة الاجتماعية احد اكبر الاستفادات في وجود المجتمع الصحي هو ان نتمتع بصحة جيدة وهي ان يكون هناك تكلفة اقل للرعاية الصحية ويكون هناك معدل اقل للامراض النفسية وبسبب هذه الاشياء فاننا يجب ان يكون لدينا اقتصاد افضل بالطبع ومجتمع يؤدي بشكل افضل الا ان هناك تكلفة اقل للرعاية الصحية ويكون اداء المواطنين في وظائفهم افضل وهذا كلها تمثل فوائد ويمكن ايضا ان نفكر في الرياضة باعتبارها مفيدة ليس فقط من الجزء التشاركي ولكن ايضا ان نتحدث عن الحياة اليومية وايضا ان يمكن اعتبار الرياضة بانها شيء يمكن ان يساعد في توليد الدخل للدول وكذلك الاقتصاد من خلال استضافة الاحداث الرياضية الكبيرة والبطولات الدولية الكبيرة وهذا كله يساعد في توليد المزيد من الربح للدولة ويعزز السياحة وايضا يساهم في زيادة موارد الدخل وهناك جانب اخر وهو الرياضات السياحة الرياضية التشاركية وهذا ايضا التي يوجد منها الكثير من الاشكال والانواع التي تساهم في الارتقاء بالاقتصاد واذا ما نظرنا الى بعض الدول والتي لديها افضل اقتصاديات في العالم فانها ايضا قد نجد انها قوية جدا في مجال الرياضة من جميع الجوانب الجوانب التشاركية والجوانب الاحترافية وكذلك استضافة الاحداث الرياضية الكبرى انا مشكر حضاك جدا ايضاك طبعا احنا كمان معنا اشقاءنا من قطر خلال فعاليات المؤتمر هيحكولنا عن الارث وتطوير المنشآت الرياضية وقصة النجاح اللي كلنا افتخرنا بيها في منشآت وتطوير واصدافة الاحداث الكبيرة الحقيقة في دور مجتمعي كبير جدا للمؤسسات هيئة قناة السويس يعني شوفنا انشاء مدينة رياضية متكاملة ساعدت وسندة دورنا الكبير في تطوير الرياضي العام بالاضافة الى المسندة المجتمعية للمؤسسات الرياضية طبعا احنا معنا السادة الفريق اسامة ربيع ممكن حق تدينا ملخص عن هذا الدور اللي بتقوم به هيئة قناة السويس في التطوير الرياضي العام والمدن والانشآت الرياضية شكرا دكتور اشرف شكرا معك دورة رئيس الوزراء طبعا احنا دور هيئة قناة السويس ما بيقتصرش بس على انها هيئة اكتصادية لكن هي لها دور مجتمع كبير جدا نظرا لنا طبعا هي في الاسماعيلية وفي ثلاث مدن بتمر بقناة السويس هيئة السويس واسماعيلية وبرسعيد لدينا دور مجتمع كبير نفس الهيئة كمان بتكون من حوالي فوق ال 15 الف موظف ومهندس ومرشد وبالتالي احنا شريحة من المجتمع فكان لازم لدينا اهتمام او لدينا اهتمام بالصحة في مستشفات كل مدينة من المدن دي متأدي خدمة سواء للموظفين الهيئة او للمدينة نفسها لدينا طبعا المدارس الموجودة برضو في الثلاث مدن فدي برضو خدمة مجتمعية والمكتبة اللي موجودة اللي بتشارك فيها واللي متصل مع مكتبة الاسكندرية وانه برضو نمضي الحاجات اللي احنا بنقدم فيها خدمة مجتمعية محطات المياه اللي احنا بنخدم الثلاث مدن برضو بان احنا بنمدهم بالمياه العزبة يجي بعد كده بقى الدول الرياضي طبعا هي قناة سويس فخامة مع السيد الرئيس افتدح السنة اللي فاتت القرية الأولمبية على تمانين الف متر مربع تحتوي على مجمع السباحة دولي تحتوي على صالة مغطاة تسع لالفين وثلاثمائة مشاهد تقوم عليها بطولات دولية فيها ملعب هوكي دولي بتلاعب عليها البطولات الدولية والعالمية وملعب تدريب كمان للهوكي برضو دولي واخيرا الاستاذ وده اللي افتدح سيادة الرئيس وده بيسع حوالي واحد وعشرين الف متفرج استاذ دولي علامي ملعب على مصطفات العالمية واشتراطات الفيفا والتحاد الكورة الاستاذ نفسه كمان بيحتوي على جيم علامي وكبير بيخدم البطولات كلها والعلعاب بيقام عليه دلوقتي حاليا البطولة الأفريقية للشباب تحت عشرين سنة حقيقة انه كمان بيخدم كل زيو الهمم يعني مجهز انه هو الاستقبال كل زيو الهمم والصعود والنزول في كل استخدامات اللي موجودة فيه معمولة على مستوى رائع في اثنين مهبط الطيارات الهوكوبتر مستشفى هاية كانت السويس بتقدمه لو حصلت اي حاجة على مسافة ستمائة متر من الاستاذ فهو خدمة مجتمعية واضافة للمشاعات الرادية والصالح الرياضي الكبير اللي موجود فيه دولة الرئيس احنا طبعا في النهاية دي بداية التدشين يعني نهاية المؤتمر دي بداية التدشين المؤتمر العلمي اللي بنطلق المؤتمر العلمي على مدار اليومين النهاردة وبكرة الحية على المستوى العالمي وبنطبق فيه ورسالتنا النهاردة ان الرياضة جزء كبير منها هي علم ان فيه استراتيجية ورؤية للدولة المصرية الدولة المصرية وفرت حجم لا طاقة له من الدعم فخامة الرئيس والحكومة المصرية حجم الاستثمارات في القطاع الرياضي 39 مريال جنيه الحية في فترة اربع سنوات ما بين التطوير والاستثمار جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية بشكل كبير جدا اصبح سوء جاذب تطوير الصناعة والتصنيع صناعة الرياضة الاستثمار الرياضي التصنيع في المجال الرياضي الحية توفير لعملة صعبة من العمليات الاسترادية لهذا القطاع الكبير التنمية البشرية والعناية بالصحة العامة من خلال الرياضة كبار العلماء هيكونوا موجودين في المؤتمر كبار الخبراء هيكون موجودين الحية دي بداية الاول نسخة من المؤتمر ومعرض الاول مرة هتكون موجودة لكن هتستمر مستمرة ما بين الفكر الاقتصادي والاستثماري وهي ايضا التنموي من خلال الرياضة وزارة الشباب والرياضة بتتعاون مع كل الوزارات الحية لتحقيق المستهدفات ومستهدفات في الموهبة مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي مع الصحة مع الاتصالات في الربط الالكتروني وغيرها من الهيئات الكبيرة الموجودة سواء المشروعات الصغيرة أو متوسطة هيئة الاستثمار الحية عمل متكامل دولة الرئيس بيدفع به بشكل كبير جداً كل شكر والتقدير لحضرتك والسادة الوزراء والسادة الحضور إن شاء الله بنكمل فعاليات المؤتمر والمعرض بشكل كبير كل شكر والتقدير يا فندم ونشكرين وإن شاء الله بداية الانطلاق للجزء الآخر شكراً فندم بكده وصلنا لنهاية حفل الافتاح والجزء الأول من يومنا النهاردة شكر جزيل لدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على تشريف ولينا النهاردة وشكر جزيل لكل السادة الوزراء وكافة الحضور شكراً جزيلاً لحضركم